اشتركوا في القناة في ذكرى الخمسين لتأسيس الخدمة الوطنية رصيد من الاحترافية والتكوين والتشبع بالقيم الوطنية للحفاظ على امن واستقرار البلاد وزارة تربية الوطنية تضع في متناول جميع الموظفين الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم بداية وفي تعاون تحادث أمس وزير واشون الخارجية عبدالقادر مساهل مع نظره الأنجلي مانويل دوميغوس أوغستو الذي يقوم به زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين اللقاء تناول تفعيل علاقات الصداقة والشركة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية وتم الإعلان عن عقد اجتماع للجنة المشتركة الجزائرية الأنجلية في الأسابيع المقبلة كما كانت المحادثات المباحثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما تعلق بالأوضاع في الصحراء الغربية وليبيا ومنطقة الساحل كما تطرق الطرفين إلى الأوضاع في وسط وجنوب قارة إفريقيا نجد دعونا نمجرية، نحن 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 نمجرية و الخصوصة الملحلية. خصوصة المجرية لغاية للغاية للغاية الأنسانية لن يفعلون لغاية. لأنها هدفة لغاية لغاية للغاية لنفسنا نحن نطرق لغاية. لأن الأغراء والأغراء يمكنك العديد من الأمور لتكيش تركيز أخرى في تركيز المشاركات والزيارة يمكنك تفاعد الى أي نافيات والجارية ويجعلنا للمشاركة في المقابلين بعد سنواراً، نحن نموذة هنا من المقابلين مع المحراء العديد من أجل الأجلية باستر المصاريات في الورغة من الأفريق ويقام باستطاع الالجارية من باسم باستضرات صالحية وانتنجية في باستطاع الاجتماعي ويجعل المصاريين وصفانيين في تجربة صفحة تحقيق بعض الاجتماعات التنية ستحدث في مدعوتي ولكن من مدعوتي سيدي باستطاع الاجتماعي التي تستطيع الزرور على عمرنا. يمكننا أن نعضي الاستقامات من الأعجارة لن يجب أن يريد اوضع بعض الأخداء وأن يجب أن نظام ربعهم مع النوات التي يجب أن نعرف على العالم نعرف الإنسانات التي نعرف ذلك يجب أن نضع التطور لحضورة على التطورات الأسفليين في المعارضة الأسفليين ومن ثم أن يجب أن نتأكس من الأسفليين Nous avons bien sûr évoqué les situations dans nos régions respectives. Je l'ai informé un peu de ce qui se passe dans notre région, que ce soit sur le dossier libyen comme sur la situation dans le Sahel, les processus de mise en œuvre de l'accord de Babaco né du processus d'Alger en matière de retour à la Norval au Mali. Nous avons évoqué bien sûr la question du Sahara occidental. Nos points de vue sont totalement convergents. Nous sommes pour la mise en œuvre de toutes les résolutions des Nations Unies. notamment le Conseil de sécurité. Mais également le principe fondamental du droit des peuples à choisir leur propre devenir. Ouzir والخارجي الأنugulien Manoel Domingos Augusto استقبل أيضا من قبل وزير الفلاحة والتنمية rivelle والصيد البحري عبدالقادر Bouazgui وتناول الطرفان سبولة عزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الفلاحية. On a besoin de la capacité humaine donc on a besoin de la formation soit de la formation de techniciens avancés mais aussi dans l'éducation des paysans dans l'éducation à la campagne comment on profite de plus les terres arabes que nous avons. C'est la solution de la sécurité humaine variée. كما استقبل وزير المجاهدين طيب زيتوني وزير الخارج كالونغولي لقاو تناول المسائل المتعلقة بمعطوبية الحرب وكيفية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وفي هناك لتناول المسائل المتعلقة بمعطوبية الحقيقة وفي هناك لتناول المسائل المتعلقة بمعطوبية الحفاظ على الوطنية وفي هناك لتناول المسائل المتعلقة بمعطوبية الحفاظ على الوطنية فاتفقنا عن مشروع اتفاقية الآن ننقشه ونطره وستكون إن شاء الله في المستقبل التجربة الجزائري التي صراحة هي رائدة في العالم بالنسبة للقضايا المطروحة بالنسبة للتكفل خاصة بالمجاهدين وإذن العقوق وبالنسبة كذلك بالنسبة للطرات والذاكرة الوطنية في كتابة التاريخ والتعريب بالتاريخ تحتضن الجزائر واليوم وغدا اجتماعا رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا بمشاركة ممثلية دول الإفريقية ومنظمات وخبراء دوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلية البلدان الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة وكندا الاجتماع الذي تنظمه الجزائر منصفة مع الاتحاد الأفريقي سيناقش التحديات الحقيقية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بضافة إلى عدد من المواضيع الرهنة في القارة وقد تخذ قرار عقد هذا الاجتماع بالجزائر العاصمة في سبتمبر عام 2014 من قبل قمة رؤساء دولي وحكومات مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي بمصادقة قمة الاتحاد الأفريقي يشارك وزير العمل وتشغيل وضمان الاجتماعي مراد زمالي على رأس وفد يتشكل من الحكومة وممثلية العمال وأرباب العمل في أشغال الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي التي ستجري ابتداء من اليوم بالقاهرة الدورة التي ستتناول عدد من المواضيع المهمة سيلقي خلالها زمالي كلمة حول السياسة الجزائرية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة وتعزيز آليات تسيير وتنظيم سوق العمل أشرف أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبدالوحيد تمار على حفل تسليم مفاتيح 2012 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل واحد في كل من الرغاية بحصة ألف ومائة وثلاثة وأربعين مسكنا جنان سفاري بحصة خمسمائة وأربعة وعشرين مسكنا أولاد فايت بثلاثمائة وخمس واربعين وحدة سكنية وأعلن عبدالوحيد تمار أن سبعة وعشرين ألف وحدة سكنية ستكون جاهزة خبر تسع عشرة ولاية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة منها أربعة ألاف وحدة سكنية بالعاصمة كما أكد أن مكتتبي عدل اثنين سيتحصلون على شهادات ما قبل التخصيص لخمسين ألف مكتتب منها عشرة ألاف مكتتب بالعاصمة المزيد مع هشام أكلي أزيد من ألفي وحدة سكنية وزعت لمكتتبي عدل واحد في كل من الرغاية ولد فايت وجنان سفاري حلم عبر عنه المكتتبون أنه تحقق واستلام مفاتيح سكنتهم اليوم فرحة لا توصف هذا سنعراب حلم هدايا وحتى اليوم باش تحققنا وكما يقول لك لازم واحد كما يقول لك قرصنا شوية باش نفطن نقوله صح ستين غيالي تهادي تعبنا بزاف في الأخير نفرحانين بزاف نشكر رئيس الجمهورية سيد عبدالزبوت في العقاء ونشكر وزير الساكن خويا في حياتي هذا وش مليت عبسي مكتب على اسمه هالي خويا اوش نسا في حياتي خويا خويا نشكر رئيس سيد الرئيس الحمد لله هما طونا نفاتح لقبا شاء الله سيبقا هاليوم ربي يفرج علينا ونشكر رئيس فخمة رئيس الجمهورية بهذا الإنجاز اللي قام بها نشكره بل بزاف وزير السكن والعمراني والمدينة عبدالواحي طمار أعلن أن وكالة عدل ستشرع خلال هذا الشهر في تسليم شهادات ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي عدل 2013 وبشيره كذلك مكتتبي عدل 2013 أن وكالة عدل ستشرع في تسليم أكثر من خمسين ألف شهادة ما قبل التخصيص موزعة عبر ستة وعشرين ولاية منها عشرة ألف شهادة ما قبل التخصيص خاصة بولاية الجزائر وهذا كالدفعة أولى وستكون إن شاء الله في شهر أفريد 52 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل على المستوى الوطني جاهزة تخضع حاليا لأشغال التهيئة الخارجية كما أبشر جميع مكتبي عدل أن حوالي 27 ألف وحدة سكنية ستكون جاهزة في 19 ولاية سيتم توزيعها تدريجيا خلال ثلاث أشهر القادمة ولاية الجزائر لها حصة تقدر بـ 4500 وحدة سكنية كما أكد الوزير أن 30% من مكتبي برنامج عدل 2 من شريحة الشباب وعن التجهيزات العمومية عبر مواقع عدل بالعاصمة فقدرت بـ 156 تجهيزا عشية ذكرى الخمسين لتأسيسها أثبتت الخدمة الوطنية إيجابيتها في مجال تعزيز القدرات الدفاعية وتحقيق الإنسجام الوطني وتواصل الأجيال وأنها مدرسة لصنع الرجال والحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الترابية للوطن فروز هرنوف وورقة في الموضوع خمسينية تأسيس الخدمة الوطنية في الجزائر تعيد إلى الذاكرة بسالة مواقف أبناء الجزائر في الدفاع عن السيادة الوطنية والمشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد منذ تجنيد أول دفعة في الخدمة الوطنية سنة 69-900-1000 في مرحلة ثانية عرفها مسار الخدمة الوطنية والمنصوص عليها في دستور 89-900-1000 والذي حدد مهامها بالدفاع عن السيادة الوطنية والصهر على أمن واستقرار البلاد مرحلة تزامنت وأحلك الظروف الأمنية التي عاشتها الجزائر منذ الاستقلال ولم يتوان أبناء الجزائر من المجندين في الخدمة الوطنية يوما عن تقديم أنفس التضحيات ومنذ سنة 99-900-1000 دخل قانون الخدمة الوطنية مرحلة دراسة معمقة وهادفة إلى بناء جيش قوي ومتين البنية أساسه طاقة شابة فاعلة وتبعاً لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية ووفرت كل الوسائل والإمكانيات التكنولوجية واللوجستية اللازمة لاستقطاب الشباب ورص صفوفهم في أداء الخدمة الوطنية كواجب وطني سامي وآخرها كان في سنة 2014 تزامناً وصدور قانون الخدمة الوطنية الجديدة والذي حدد مدة الخدمة الوطنية بسنة واحدة هذا القانون الذي جاء استجابة لتطلعات الشباب عملاً بتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية يحمل أحكاماً تحفيزية هامة تتعلق باحتساب فترة الخدمة الوطنية في الترقية والتقاعد والخبرة المهنية الخدمة الوطنية وبكل ما حققته من مكاسب للشباب وللوطن وأمام ما هي عليه الجزائر اليوم من سلم واستقرار تضع صوب غاياتها الظفر بنخبة من أشبالها وأسودها بتكوين احترافي مؤهل لبناء الجيش الوطني الشعبي الذي لن تحيد مبادئه يوماً عن مبادئ جيش التحرير الوطني في أمالته ووطنيته قوته وشراسته في الذود عن أمن واستقرار الوطن أكد بياد وزارة دفاع الوطنيين هو في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي سلم أمس الأول إرهابي نفسه لسلطات العسكرية بدم نرست ويتعلق الأمر بالمسمى كاف مونير المكنة جندل الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013 وبحوزته مسدس نرشاش من نوع كلاشينكوف ومخزنا تخير مملؤان تأتي هذه النتائج والنوعية لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائما لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن وحماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد وفي سياق نفسها كشفت أمس الأول ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بسكيك دمخ بأين للإرهابيين يحويان قنبلتين تقليديتين صنع وكمية من المواد الغذائية وأغراضا مختلفة وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت أمس مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ببشار تاجر مخدرات وحجزت 52 كيلوغراما من الكيف المعالج ومركبة كما أوقفت مفارز أخرى للجيش بعين قزام أربعة أشخاص وحجزت 6 موالدات كهربائية وتسعة أجهزة كشف عن المعادن وجهاز تحديد المواقع وجهاز اتصال عبر الأقمار الإصطناعية و200 غرام من مادة الديناميت فيما تم توقيف شخصين وحجز مواد مهربة بالأغواط من جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكرة أربعة أشخاص وحجزت أربع بنادق تقليدية الصنع وأربعة كيلوغرامات من المادة من مادة البرود فيما تم توقيف أحد عشر مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بتلمسان والأغواط تربويا نشرت وزيرة وتربية الوطنية نوريا بن غبريت ليلة أمس على حسابها الرسمية الفيسبوك الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية والذي جاء على النحو التالية تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفي إطار الإعلام الجواري تضع وزارة التربية الوطنية في متناول جميع الموظفين الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 المؤرخ في 29 مارس 2012 كما يضع أيضا موضع التنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم هذا وأفضى اجتماع المجلس الوطني المستقل لنقابة كنابست في دورته الطارئة أمثل أول والتي خصصها لتقييم نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة التربية أفضى إلى توقيف الإضراب الذي كان مقررا يوم التاسع أفريل الجاري وهو ما أكده المنسق الوطني للكنابست سليم ولها في ميكروفون فاطمة زهراء بنفرج الله جلسة المفاوضة التي في الحقيقة تبعت جلستين ماراتونيتين سابقتين توصلنا إلى إمضاء محظر اجتماع ممضى بين الطرفين بين الوزارة والمكتب الوطني وبعد عرض هذا المحتوى هذا المحظر إلى القواعد النظلية لنقابتنا خلص المجلس الوطني إلى توقيف الإضراب الذي كان مزمع الدخول فيه ابتداء من 9 أبريل 2018 بصفة دورية ببنسبة اليوم العالمي للصحة نظمت جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع المنظمة الولائية للمجاهدين لوهران حفلا تكريميا على شرف المجاهد طبيب الثورة التحريرية لحسن لزرق أحد أهم عناصر السلك الطبية نأى الثورة المجيدة في الولاية الخامسة والذي أساهب في تكوين مئات الأطباء بعد الاستقلال الطبيب هو المورال أنت على الجيش وبلد الطبيب شوية نحن عمنا بأن جران بروبلم سيلي بلتي دي فرنتيير اللي بلتي دي لانتيريور برق واحد ما كان ندام والطباء ما كانش بزاف اللي يليقوا بهم دوليا في شاني الصحراوي طالب المعتقلون السياسيون الصحراويون المضربون عن الطعام بسجن القنيطرة بالمغرب طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لدى المغرب من أجل إطلاق صراحي كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وكذا إفادوا بعثة أمريكية إلى المنطقة لتقص الحقائق في أحداث ديميزيك لكشف الحقائق التي يحاول المغرب إخفاءها عن الرأي العام فلسطينيا أصيب أمس ثمانية فلسطينيين بجروح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة ليرتفع عدد شهداء إلى 29 شهيدة وجرح ما يزيد عن 2800 منذ بداية الموجهات في مسيرات العودة وها قد أدانت عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة تحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي المجازر التي ترتكبها ثلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مجزرة دير ياسين وما قبلها وما بعدها واستهدافها المتعمد للأطفال والشيوخ والنساء والشباب والعزل كان هذا آخر خبر في نشرتنا ولمن فاتته مواعدنا الإخبارية يمكنهم متابعتها عبر الأنترنت على صفحتنا على الفيسبوك وعلى القناة الرسمية على اليوتيوب والموقع الرسمي للتليفزيون الجزائري أستوضعكم الله اشتركوا في القناة